وأفلام لعيد إحنا السنة دي عندنا تقريباً ستة أفلام لعيد مزبوط سبع أفلام تب شايف الرقم ده بداياتاً قبل ما ندخل في تفاصيلها الرقم ده السنة اللي فاتت كان خمسة تقريباً فيعني عادي بس كان في وقت عندنا كده كان بيقى فيه أفلام معيد كتير برضو أكتر من أرقام دي مزبوط بس آخر سنتين تعرف عشان كورونا وتابعتها فكان رقع يعني كان دايماً خمسة ستة السنة دي سبعة بس أنت عارفة إيه الشعر المتنبي قال لك إيه عيد بأي حال عد يا عيدو برضو أفلام العيد جزء كبير منها لنطبق عليها بأي حال عادت بقى بصي مفيش مغامرة إبداعية الفيلم اللي جاب أرادات اللي هو هارلي ده مصنوع يعني فيه حاجات نفعان هارلي ده محمد رمضان ومي عمر آه هو مصنوع لهذا الجمهور لجمهور العيد اللي هو مع العيدية فمقدم له كل الحاجات اللي هو بيحبها عشان يروح لرمضان يلاقيها الضرب والقنص مع غطاء أخلاقي اللي هو إيه أنه بيتخلص من الإدمان يعني هو مدمن ولكن عنده إرادة دي القضية يعني يقضي قضية الفيلم آه أنه مش دي القضية بس ديها الغطاء ده الغطاء اللي يخلي يمرر كل حاجة لكنه في الآخر قنص وضرب كما تعود جمهور رمضان الجرعة زيادة أحمد سامير ده المخرج عملها بشكل جيد إنما هل هناك مغامرة إبداعية يمكن أقولك الوحيد اللي ممكن تشوفي فيه ملمح كان محمود حميدة عمل ملمح كوميدي انتعارف حميدة قلمة يمثل كوميديا لكن ده زكاء ده زكاء من المخرج إنه يعني يفكر في لمحة أخرى وأجدها حميدة غير كده يعني بتحسي أنك شفتيه قبل كده انتعارفة فيه أعمال فنية سابقة التجهيز الدرامي صحيح زي الأكل كده أنت بيجي به معمول ونص ساعة تخلص الحتاج ده برضو سابق التجهيز الدرامي